نزولا عند رغبة المواطن العراقي بدمان نزهة الانتخابات المقبلة كشف عضو اللجنة القانونية محمد الغزي في بيان عن عقد مباحثات قانونية عدامة رئيس مجلس المفاوضين حيث اتخذت المفاوضية العلية للانتخابات سلسلة إجراءات لضمان عدم التزوير عند التصويت ببطاقة الإلكترونية غير المحدثة ومنها سحب البطاقة الإلكترونية مباشرة بعد التصويت وإيقاف كل البطاقة الإلكترونية عن العمل بعد الاقتراع مباشرة ولمدة ثلاثة أيام وأخذ بصمات الأصابع العشر كما معمول بنظام تقاطع البصمات لتأكد من عدم التصويت في مكان آخر وصحاب مستمسك رسمي آخر مع البطاقة الإلكترونية عند التصويت